السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام رؤية المدينة المناورة في المنام بالمغفرة والرحمة من الله تعالى وقد تدل التمسك بالسنة واتباع وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن رأى أنه نزل في المدينة المناورة في الحلم فهذا يدل على حصول الخير له في الدين والدنيا ورؤية العيش في المدينة المناورة في المنام تدل على طيب العيش والبشائر بنيل الأمان والطمأنينة فيما زيارة المدينة المنورة في المنام تدل على النجاة من الهم والغم ومن رأى أنه يزور المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف في الحلم فهذا يدل على الأمر بالمعروف والنهي عنه المنكر أما الصلاة في المدينة المنورة في المنام فيدل على اجتناب المعاصي والمنكرات ومن رأى أنه يصلي الفجرة في المدينة المنورة في الحلم فهذا يدل على البركة في السعي ورؤية تأجية صلاة الظهر في المدينة المنورة في المنام يدل على اضطهار البر والصلاح الضياع في المدينة المناورة في المنام دليل عن نغيما سراء في الدنيا ومن رأى أنه ضائع وخائف في المدينة المناورة في الهلم فهذا يدل على رجوعه وندمه على معصية ارتكبها ورؤية قبر الرسول في المدينة المناورة في المنام يدل على الحج أو العمراء ومن رأى أنه يذهب لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة فذلك يدل على نشر وصايا وتعليمها للناس أما المدينة المناورة في المنام للرجل فتدل على صلاح أحواله وتحسنها للأفضل وإذا رأى الرجل أنه يزور المدينة المناورة في الحلم فهذا يدل على حسن نواياه ومسائيه فيما رؤية المدينة المناورة في المنام للفتاة العزباء تدل على إصابتها في دينها ودنيها وإذا رأت الفتاة العزباء أنها تزور المدينة المناورة في الحلم فهذا يدل على اجتنابها للخطيئة رؤية المدينة المناورة في المنام المتزوجة تدل على طيب عيشتها وإذا رأت المرأة المتزوجة أنها تنتقل للعيش في مدينة المناورة في الحلم فهذا يدل على التزام بالعبادات والابتعاد عن المحرمات أما رؤية المدينة المنورة في المنامل الحامل فيدل على انتهاء الكرب الشديد وإذا رأت الحامل أنها تدخل إلى المدينة المنورة في المنورة فهذا يدل على تيسير أمور ولادتها فيما رؤية المدينة المنورة في المنامل المطلقة يدل على نجاتها من هم وحزن والله أعلم هكذا نكون قد وصلنا إلى تفسير اليوم أتمنى أن ينال إعجابكم وإلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد إن شاء الله